السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف السابع أسعد الله وأوقاتكم بكل خير ومحبة أعزاء الطلبة اليوم إن شاء الله سنتعرف إلى القاعدة الواردة في الوحدة السابعة من وحدات كتاب اللغة العربية حيث سنتعرف إلى اسم التفضيل دائماً معي عزيزي الطالب الأمثلة الآتية علي أطول من محمد المثال التالي فاطمة أجمل من ليلى لاحظ عزيزي الطالب أن علي طويل ومحمد أيضاً طويل ولكن يزيد طول علي عن طول محمد بقليل أو بكثير وفي المثال التالي فاطمة جميلة وليلى أيضاً جميلة ولكن تزيد فاطمة بنسبة جمالها عن جمال ليلى إذن هنا قمت بمقارنة بين طول علي وطول محمد الصفة التي قارنتها من حيث الطول وأيضاً قارنت بين فاطمة وليلى بصفة الجمال حيث فاطمة أجمل من ليلى إذن أطول وأجمل هنا وهنا تسمى اسم تفضيل وهو اسم يستخدم للمقارنة بين شيئين اشترك في نفس الصفة هنا قارنت بصفة الطول وهنا قارنت بصفة الجمال ولكن زاد في أحد ما على الآخر إذن اسم التفضيل هو اسم يدل على أن شيئين اشترك في صفة معينة وزاد في أحد ما على الآخر ننتقل الآن لنتعرف إلى وزن اسم التفضيل من الفعل الثلاثي إذن يصاب اسم التفضيل من الفعل الثلاثي على وزن أفعال يكون اسم التفضيل إذا صيغ من فعل ثلاثي على وزن أفعال كأن أقول كبر أكبر صغر أصغر ضخم أضخم كأن أقول الفيل أضخم من الزرافة نفع أنفع غلى أغلى كان أقول الذهب أغلى من الفضة حيث أن الذهب غالي والفضة أيضا غالية ولكن يزيد غلاء الذهب عن غلاء الفضة لزم ألزم طول أطوال صورة أقصر أما إذا كان الفعل فوق ثلاثي يعني أكثر من ثلاثة أحرق فإنه يتم وضع كلمة أكبر أصغر أكثر أقل إضافة إلى مصدر الفعل ومصدر الفعل يكون اسم حيث يصعه اسم التفضيل من الفعل الفوق الثلاثي بإضافة أقل أكثر أكبر أو أصغر أو أي شيء للمقارنة إضافة إلى مصدر الفعل أريد الفعل إزدهر إنه يتكون من خمسة أحرف إذن هو فوق الثلاثي إزدهر أريد أن أقارن بين الأردن وسوريا من حيث الإزدهار فأقول الأردن أكثر إزدهارا من سوريا لاحظ أن الأردن مزدهرة وسوريا أيضا مزدهرة ولكن الأردن أكثر إزدهارا من سوريا فأقول أكثر إزدهارا لدينا أيضا الفعل استخدمة هو فعل خماسي فوق ثلاثة أحرف أريد أن أقارن بين استخدام الحاسوب والكتاب من حيث الاستخدام فأقول الحاسوب أكثر استخداما من الكتاب أو أقول الكتاب أقل استخداما من الحاسوب إذن عند صياغة اسم التفضيل من فعل فوق ثلاثي فإننا نضع أقل أكثر أكبر أصغر إضافة إلى مصدر الفعل مصدر الفعل استخداما استخداما ازدهرا ازدهارا وهكذا ننتقل الآن إلى تدريبات الكتاب السؤال الأول من التدريبات يقول عين اسم التفضيل في كل مما يأتي ما أضيف شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم اسم التفضيل هنا هو أحسن نهر النيل أطول من نهر الفرات اسم التفضيل هنا أطول حيث قارنت بين نهر النيل ونهر الفرات من حيث أطول مكة والمدينة أشرف المدن اسم التفضيل هنا هو أشرف الصدق أجدع من الكتاب اسم التفضيل هنا أجدع ننتقل الآن أحبائي إلى السؤال الثاني السؤال الثاني يقول استخدم كلا مما يأتي في جمل مفيدة بحيث تكون اسم التفضيل أكبر أجمل أقوى وأبقى كأن أقول الشمس أكبر من القمر الذهب أجمل من الفضة الشعر أقوى تأثيرا في النفس من الناثر الآخرة خير وأبقى من الحياة الدنيا ننتقل الآن إلى السؤال الثالث يقول صدق من كل فعل فيما يأتي اسم التفضيل ثم ضعه في جملة مفيدة كرم على وزن فعل فهو ثلاثي فيكون اسم التفضيل على وزن أفعل كرم أكرم علم أعلم لطف ألطف طاب أطيب عذب أعذب حاتم الطائي أكرم رجال العرب كان السيباوي أعلم بالنحوي من المضري بن شميل الربيع ألطف من الخريف الياسمين أطيب رائحة من الورد الجوري تغريد العندليبي عذب من تغريد البلبل السؤال الرابع يقول ميز اسم التفضيل من غيره فيما يأتي الظالم أكثر الناس ظلما لنفسه هنا أكثر اسم تفضيل أعلى البناء سورة الحديقة هنا لا يوجد اسم تفضيل فأعلى هي فعل وليست أسم الحق أرفع مكانة في قلب صاحبه أرفع هي اسم التفضيل أما السؤال الخامس فيقول أكمل الفراغ باختيار الكلمة المناسبة مما بين القوسين أشد أشد أقل أقوى مياه البحر أشد ملوحة ولا أقول أملح أقول أشد ملوحة من مياه البحر الأحمر الأسد أقوى من الذئب أيام شهر شباط أقل عددا من أيام بقية الشهور ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى قاعدة كتابية جديدة سهلة وبسيطة سنتعرف إلى كتابة اللا وأن لا اللا هي تتكون من أن حرف مصدري ونصف ولا حرف نفي إذن اللا تتكون من أن حرف مصدري ونصف إضافة إلى لا حرف نفي متى تكتب اللا ومتى تكتب أن لا إذن متى تضغط أي تدمج أن مع اللا ومتى يفك الإضغام تضغم وهنا في هذه الحالة تضغم وفي هذه الحالة يفك الإضغام كاما عزيزي الطالب على الإنسان ألا يتكاسل عن واجبه علينا ألا نهجر القرآن الكريم ناخذ عزيزي الطالب ماذا جاء بعد أن لا ألا جاء بعدها فعل مضارع منصوب نهجر يتكاسل أيضا فعل مضارع منصوب هل لاحظتم بالك؟ نعم ننتقل إلى الأمثلة التالية أيقن سعيد أن لا خير في ودي منافق إعلم اللا صداقة بلا وفاء لاحظ ماذا جاء بعد أن لا؟ جاء إسم إذن إذا جاء تضغم أن المصدرية الناصبة التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه بالفتحة بلا أن نافية إذا جاء بعدها فعل مضارع أما في الأمثلة هنا أيقن سعيد أن لا خير لاحظ جاء بعدها اسم خير اسم وصداقة أيضا اسم إذا جاء بعدها اسم لا تكون أن المصدرية إنما تكون هذه الأن المخففة من أن الثقيلة إذن إذا جاء بعدها اسم يفك الإضغام وإذا جاء بعدها فعل تكون أن المصدرية التي تضغم اللا النافية فتكتب اللا ننتقل الآن أعزائي إلى تدريبات الكتاب السؤال الأول يقول امني الفراغ في كل جملة في كل جمل الآتية بما يناسب اللا أو اللا عليك لاحظ ماذا جاء بعدها تضيع فعل مضارع منصوب إذن تكتب اللا المضغمة بما فيه خير لك اعلم أن لا صداقة بلا وفاء هنا جاء بعدها إذن فتكتب هنا يفك الإضغام احرص على ألا تؤجل عمل اليوم إلى الغد أما السؤال الثاني فيقول بين سبب كتابة أن مع لا على الصورة التي هي عليها فيما يأتي قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى لاحظ تجوع جاءت بعد فعل مضارع منصوب أليس كذلك نعم اعلم أن لا شيء أغلى من الصحة أن لا شيء جاء بعدها اسم فهنا فك الإضغام السؤال الثالث مثل لكل مما يأتي بجملة تامة أن المصدرية المضغمة بإفيلة النافية كأن أقول علينا ألا نسرف في الماء أما بعد المطلوب مننا أن نمثل أن المخففة من الثقيلة أن تليها لا كأن أقول علمت اللا حياة دون ما وإلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته